السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت ليس كمثل فلسطين قضية تجمع علماء الأمة تحت قبة مسجدها الأقصى فلسطين هي الباقية وإسرائيل إلى زوالة تحت هذا العنوان التقى حجد كبير من العلماء جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها متحدون من أجل فلسطين مدافعون عن القدس مقاومون من أجل التحرير واستعادة الحقوق وعودة أبناء الأرض إلى مدنهم وبلداتهم وأملاكهم كلمة علماء الأمة كانت هي العليا اليوم أعلى من الذين يقترون باسم الدين وقد تخلوا عن فلسطين أضعوا البوصلة وضلوا الطريقة واتخذوا من العدو صديقا ومن الأقربين أعداءا يشدون الرحالة إلى الأنبار وبادية الشام وبلاد التيه وينسون عكا ويافا وأسماء المدن المحتلة علماء الأمة اجتمعوا في بيروت ليعيدوا تصحيح ما أفسده الكارهون وأكدوا على مركزية فلسطين كقضية وعلى المقاومة كسبيل للحرية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أمام العلماء على أهمية الوحدة واستجماع القوة في مواجهة المشروع السهيونية محذرة من مشاريع الفتنة التي يروج لها الغرب مؤتمر العلماء المتحدون من أجل القدس مستمر نظريا حتى زوال إسرائيل ولكن جلساته تنتهي فعليا يوم الغد ببيان يؤكد على أولوية التحرير وعلى دعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعالم العربي والإسلامي وأهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التقسيم الفكري والجغرافي على أصص طائفية أو مذهبية إسرائيل إلى زوال شعار كاد يضيع استشعارات ما أنزل الله بها من سلطان